يسعى المرشح الجمهوري لانتخابة الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إلى كسب دعم قادة حزب الرئيسيين لضمان الترشح عن الحزب وتعزيز قاعدة مؤيده في واشنطن ولا يحظى ترامب بقبول الكثير من أعضاء الحزب الجمهورية لمواقفه المثيرة أمام الرأي العام كما اشتهر ترامب بخطابه العدائي ضد المسلمين بشكل علنية ونظمت لقاءات بين ترامب ورئيس مجلس نواب الأمريكي بور رايان في واشنطن وعلى الرغم من أن ترامب يبدو المرشح المتوقع عن الحزب في الانتخابة الرئاسية فإن المراقبين يعتقدون أن رئيس مجلس نواب الأمريكي لن يعلن الموافقة على ترشحه إلا إذا لم يكن أمامه خيار آخر سواها فيما أعلنت شخصية جمهورية بارزة أنها لن توافق على ترشح ترامب اشتركوا في القناة